من جديد أهلا بكم قتل خمسة أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين لجماعة الأخوان المسلمين في مدينة الجيزة في الذكرى الأولى لعزل الرئيس المصري محمد مرسي وخرج مؤيد جماعة الأخوان التي ينتمي إليها مرسي إلى الشوارع للاحتجاج على عزله في المقابل أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المصرية أنه تم إغلاق ميدان التحرير بقلب القاهرة أمام حركة مرور السيارات ابتداء من الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم في محافظات أخر وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربات استباقية لعناصر تنظيم الإخوان في إطار دعوات التنظيم إلى التظاهر قالت مصادر عسكرية مصرية الخميس أن الجيش قاتل سبعة عشر مسلحا من عضاء ما يعرف بجماعة أنصار بيت المقدس شمال سيناء وأوضحت المصادر أن قوات الجيش رصدت تحرك أربع سيارة يشتبه بتورطها في الهجوم على جنود الأمن المركزي الأسبوع المنصرم ويستقلها 12 شخصا في قرية سيدوت جنوب مدينة الشيخ زويد فهاجمتها بقذائف الدبابات ما أدى لاحتراق السيارات ومن بها من العناصر المتشددة إلى القاهرات تحدثت لسيد علي بكر الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية سيدي أهلا بك نستشرف مرحلة كاملة بعام على سقوط الرئيس مرسي خلعه من قبل الجيش في هذه المرحلة ماذا نقول إذا قومنا وقيمنا مرحلة الإخوان بسم الله الرحمن الرحيم يعني بعد عام منصرم من الإسقاط الرئيس محمد مرسي والإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي في البلاد يمكن القول أن الجماعة الآن أصبحت تزداد ضعفا يوما بعد يوم الجماعة تكاد أن تصبح أجبه بالجسد المتراحل وربما الجازة الذي أصيبت الكثير من أعضاه بالشلل نتيجة الضربات الأمنية المتتالية نتيجة القبض على القيادات كما أن الجماعة في هذا العام ومن قبله وجدت نفسها في مأزق خطير لم تقع فيه طوالة تاريخية الطويلة الممتدة عبر أكثر من 83 عاما وهي لأول مرة أن جماعة الإخوان المسلمين تجد نفسها في مواجهة قطاعات عريضة من الشارع الآن الجماعة لم تعد في مواجهة النظام بقدر ما هي في مواجهة الشارع كانت الجماعة طوال تاريخها تعتمد على أنها تواجه النظام وبالتالي تستمد فكرة المظلومية التي كانت تنال من خلالها تعاطف الشعب المصري بشتى قطاعات وفئاته المختلفة أما الآن فأصبح هناك خطاعات عريضة جدا من الشعب المسلم تعارض جماعة الإخوان المسلمين وتعارض تصعيدها وهذا ما أدى إلى انخفاض شعبية الجماعة بدرجة كبيرة جدا كما أن التحالف الذي تعتمد عليه الجماعة في قدرتها على الحج والتأييد بدأ يتحلل يوما بعد يوم ويضعف تأثيره في الشارع نتحدث هنا بغض النظر عن نسبة التأييد إن زادت وإن خفضت لجماعة الإخوان من الناس العاديين نتحدث عن بنية التنظيم هي غير قادرة على الحجد ربما هذا أهم ما يؤشر عليها بعد مرور عام خاصة هذا اليوم بمرور ذكرى الأولى لسقوط مرسي افتقادهم للقدرة على التأثير في الرأي العام على الحجد حتى في داخل أوساطهم ربما هذا يحتاج إلى وقفة بالضبط سيدي مسألة قدرت الجماعة على الحجد والتأييد ترقعت بضرجة كبيرة جدا وهذا يرجع إلى أن أولا ضعف الجماعة القبضة على قيادتها الكوادر التي كانت تستطيع التحرك وتدير الأزمات معظمها لم يعد موجودا الآن من يقود الأمور حتى في داخل ما تبقى من الجماعة هم غير متمرسين في العمل التنظيمي والعمل المتظاهرات وما شابه ذلك التنظيمات أصبحت تمتز بالعشوائية أضف إلى ذلك ضعف المشاركة فيها الكثير من أبناء الجماعة من داخلها بدأ يتزمر من نظام أن تظاهرات الذي لا طائلة من خلفه سوى القتل أو السجنة أو الاعتقال دون حدوث أي تقدم سياسي ملموس على الأرض أو تحقيق أي وعد من الوعود التي تطيقها لهم القيادات يوما بعد يوما بأن النظام سيسقط وأن الدولة ستسقط وأن الرئيس مرسي سيعود إلى سدة الحكم فبالتالي هي تظاهرات لا طائلة من وراها ومفاسدها أكثر من مصالحها طيب هنا نتحدث عن الأمل الخارجي في التشبث بعلاقات خارجية على الاعتبار أن التنظيم هو تنظيم دولي وأممي نتحدث عن دول مثل تركيا مثل قطر مثل تونس مثل المغرب هناك دول يحكمها الأخوان وبالتالي هذا الارتباط العضوي بين الأخوان هل ما زال الأمل معلق عليه في صياغة نوع من أطواق النجاة لهم القيادات جماعة الإخوان المسلمين وخاصة المتواجدون في الخارج يدركون أن هذا التعاطف أو هذه التحالفات حتى إن صح أن قلنا أنها تحالفات مع أنظمة لم تعد تستطيع أن تنقذ الجماعة من ماذقها الحالي لأن الواقع في مصر هو واقع مازوم بشتى صوري الجماعة أصبحت عاجزة عن التحرك كما أن تدعيات سقوط الإخوان في مصر بدأت تدرك سداها السيء على فروع الإخوان في المنطقة فبذلك المأزق الذي تعيسه الجماعة وفروعها الآن بعد فشالهم الزريح في إدارة البلاد في مصر أقوى من أن ينقذوا هذا التحالف أو زاكى التعاون مع بعض الأنظمة ومن يديرون الأمور في جماعة الإخوان المسلمين يدركون هذا الأمر جيدا لكن لا حيلة لهم إلا الإبقاء على هذه التحالفات وإرسال رسائل لقواعدهم وأفرادهم بشتى الوسائل بأن هذه الدول تساند من أجل أن تعطيهم بصيصا من الأمل لكي يصمدوا وإلا فلن يجدوا شيء يعتمد عليه في المستقبل في التعاون مع هذه الدول شكرا جزيلا لك سيد علي بكر الخبير في شؤون الحركات الإسلامية من مركز الهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هكذا نطوي أوراق ملفات شكرا لطيب المتابعة وإلى لقاء شكرا لطيب المتابعة وإلى لقاء